ثم أحبائي مين اللي عنده السلطان المطلق على الموت يسوع المسيح قال عن نفسه لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها سلطان يعني ما في حد يستطيع أن يقتل المسيح على الصليب لأن المسيح مات في الوقت المعين في الوقت المحدد لا قبل ولا بعد تعرف أحبائي أقام العازر من الموت بعد ما أنت يعني خلق جسد جديد لأنه له سلطان على الموت والحياة فيه كانت الحياة قال أنا هو خبز الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيامة والحياة أقام العازر بعد ما أنت يعني تحلل العازر هلما خارجا فقام الميت أقام ابنة ييروس رئيس المجمع عمرها 12 سنة لك أقول قومي يا ابن قومي والشاب ابن أرملة نائين أيها الشاب لك أقول قوم فقام من يستطيع أن ينطق فيأتي بالحياة فقط يسوع المسيح وهو أقام نفسه من بين الأموات ثم أحبائي المسيح له سلطان على الشياطين تعرف أحبائي كان بالعهد القديم يحاولوا بشتى الوسائل يخرجوا الشياطين ولكن ما في حد عنده سلطان على الشياطين إلى اليوم كل الطوائف والدينات الأخرى بتيجي للمسيحيين حتى يخرجوا الشياطين لأن هذا السلطان منحوا المسيح للمؤمنين أن أنا بإسم الرب يسوع كما قال بولوس أنا آمرك أن تخرج منها خرج روح العرافة من الجارية في فليببي في أعمال 16 فالمسيح حرر إنه واحد كان فيه ألاف الشياطين حرروا المسيح واحد كان بيلقي نفسه في النار وفي الماء ويعزب نفسه مرعب الناس ومخوفهم حرروا المسيح وهكذا كان يشفي جميع المتصلط عليهم إبليس لأنه خدمة يسوع المسيح هو التحرير وكم من الناس المستعبدة المقيدة بأصفاض وقيود وعبدية الخطية لأنه من يفعل الخطية فهو عبد للخطية ولكن المسيح قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار لا تنخدع بأنبياء ولا تنخدع بهارتقاط أو تعليم ضلة فالمسيح تعليمه واضح وسلطانه واضح وحياته واضحة ما بدها يعني فهم أو إدراك أو فلسفي مجرد أنك تفتح قلبك فيعلن لك ويأتي إلى حياتك إن حرركم الإبن هذه الحرية في يسوع المسيح حتى كما ذكرت أنه خول هذا السلطان إلى التلاميذ حتى شياطين تخضع لنا بإسمك فإذا واضح أن سلطان المسيح سلطان فائق في كل هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة